وفي ملف يجمع بين الأمن والسياسة والحقوق بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مع السلطات الإيرانية ضرورة إنهاء معاناة الأسر الكردية الفيلية العراقية في إيران وأصدر المستمسكات الثبوتية بعد معاناة امتدت لعقود من الزمن وجاء ذلك باجتماع عقده المندلاوي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك فيما تعحد عبداللهيان العمل على حال قضية المستمسكات مضيفا أنه لا توجد دولتين متقاربتين كما العراق وإيران قائلا فنحن أسرة واحدة وهذه الزيارة تعد بادرة خير لتطوير العلاقة على الأسعيد كافة وشيدا بالدور المهم والمميز للعراق على المستويين الإقليمي والدولي